أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس لعلان المرأة حفظها الله الدكتورة الشيخة مريم بتحسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس لافتتاح الملتقى الحقوقي الخامس في جامعة البحرين وسط مشاركة واسعة من أكاديميين وأعضاء بمجلس الشورى وقضاء ومهتمين بشأن القانوني ونوهت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة دكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة إلى أن المنظومة التشريعية تعد عاملا أساسيا في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في أوجه الحياة عامة معتبرة تطور المرأة البحرينية في مختلف الميادين القانونية والعدلية يعود إلى سياسة الدولة في إيجاد بيئة خلاقة عادلة تنطلق فيها إمكانات المرأة وقدراتها وتشريعات رصينة تترجمها مؤسسات الدولة إلى واقع عملي منبهة إلى أن سياسات المجلس الأعلى للمرأة وبرامجها وخططة تسهم في تعزيز الممارسات العادلة وإتاحة فرص متكافئة للمرأة بما يساعد على تمكينها لتفعيل طاقاتها من جانبها أكدت الأمين العام المجلس الأعلى للمرأة هالا الأنصاري في كلمة لها خلال حفل الافتتاح أن المرأة البحرينية شاركت مشاركة مبكرة وفاعلة في المجتمع القانوني والعدلي منذ سبعينات القرن الماضي في مهن المحامة والاستشارات القانونية مشيرة إلى أن عدد المحاميات البحرينيات في الوقت الحاضر يبلغ 443 محامية بنسبة 53% من إجمال المحامين المرخصين وشددت الأنصاري في كلمتها على أن الرؤية الواضحة في المملكة بشأن النهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها والتطوير في التشريعات والقوانين أسهم إسهاما في أن تمارس المرأة دورها في كافة الميادين ونويهة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء ليعزز النصوص الدستورية من خلال سياسات وستراتيجيات وخطط وطنية ترفع من جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع المرأة بوصفها مواطنة كامل الأهلية بما عليه من واجبات وما يملكه من حقوق من جانبه أعرب رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة عن اعتزازه العميق بالرعاية الكريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة عاهل البلاد مؤكدا أن هذه الرعاية تمنح هذه الفعاليات أبعادا جديدة وأفاقا واسعة تحقيقا للفوائد القصوى التي تقام من أجلها هذه الفعاليات وأشهد الأستاذ الدكتور حمزة في كلمة خلال الافتتاح بما حققه المجلس الأعلى للمرأة من إنجازات مشهودة وملموسة لصالح المرأة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وناقشت أولى الجلسات محور المرأة والقانون الفرص والتحديات ويقام الملتقى والمعرض المصاحب له ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بشعار يوم المرأة البحرينية الذي وسم هذا الشعار بعنوان المرأة في المجالين القانوني والعدلي بهدف عرض مسيرة المرأة البحرينية في هذين المجالين وتوثيقها وإبراز قصص نجاحها